أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعين الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة فيديو اليوم سوف نتحدث عن المقابلة بين هاكان وسيلة وما دار في المقابلة ولكن قبل ذلك لا تنسوا دعمكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد وترك تعليق ولايك في البداية سألها المراسل عن طفولتها أجابت ولدت في أزمير في بورنوفا وقالت لديها شقيقة واحدة وأنها لا زالت لحت اليوم سعيدة وعندما تتذكر طفولتها لا ترى أي شيء يزعجها فيها أو شيء تعاني منه كثيرا لأنها لم تشعر بأي شيء في طفولتها وبالخصوص عندما يتعلق الأمر بالوضع الحمد لله لقد حضيت بطفولة جميلة نشأت في بيئة مجاورة هادئة كما قالت جدا حتى الآن لا يزال الأمر كما هو الحال وقالت أنها ترى الميزة في نفسها وسألها المراسل عن عمرها عندما بدأت التمثيل وعن رأي عائلتها وكيف كان الوضع يعني مع العائلة رأيهم في التمثيل أجابت عائلتي لا أحد يتعامل مع الفن لقد اكتشفوني في روض الأطفال وشاركت أنا ذاك في عرض ولكنني لا أتذكر ذلك هذا فقط ما رأيته في الصور ولكن في ذلك الوقت كنت شجاعة جدا وحاولت لعب كرة الطائرة لفترة وكنت مهتمة وحصلت أيضا على جوائز حتى الأساسدة تخرجوا من المدرسة التانوية للفنون الجميلة أرادوا أن يساعدوني في القسم في الرسم والكرة الطائرة ولكن بعد فترة أدركت أن هناك أشياء أخرى أعرفها أنا كنت مهووسة جدا بتقليد الناس وفي الصف الثالث من المدرسة التانوية أخبرني مدرس الأدب الخاص بأن أنضم مع فارق مصرحك وسوف يكونون سعداء برؤيتها بينهم ووافقت وبدأت معهم لأنها كانت تحب العمل الجمعي وقالت بدأت أذهب كل يوم إلى المصرح ولم أكن أهتم أبدا بالانتقادات لأنني كنت يمكنني الاستمرار على هذا الطريق لأن حماسي كان سريعا جدا وقالت بعد ذلك لقد وجدت وظيفتي أريد ألمضي قدما وقالت هذا لعائلتها وعائلتها في الأول كانت ضد ذهابها إلى إسطنبول بشدة لم يقبلوا أبدا لأنهم كانوا متحيزين وقالت أنا كنت فتاة عنيدة جدا أقنعتهم ووافقوا وانتقلت إلى إسطنبول وهكذا بدأت مسيرتي واكتشفوها عبر الأستجرام وقالت أيضا أنها شخص خجول جدا كما قال لها المراسل إن شعبيتك زادت تدريجيا بعد سلسلة الأمانة وهل كنت تحلمين أن تتصلق الأدوار القيادية أو شيء من هذا القبيل أجابته أن هدفها في البداية لم يكن هكذا أبدا أن من دواعي سرورها أن تجد عمل وقالت سأعمل لبقية حياتي لأنني أمثل دون الشعور بالملل وأنا لم أقل لأحد أرجوكم اسمحوا لي أن أكون ممثلة رائدة ولكن اجتهادي أوصلني إلى هذا وسألها المراسل كيف تصفي التمثيل أجابته التمثيل يسكن في سيلة يجعلني أشعر بالسعادة والإطارة تدريجيا وسألها أيضا لماذا الجمهور يتابعك كثيرا أجابته بكل سهولة لقد أجبت عن هذا السؤال في مكان آخر أعتقد الإخلاص والموقف تجاه الحياة ومنذ طفولتي وأنا أعرض سيلة عن الناس أحرز دائما على أن أكون صادقة معهم وواضحة دائما وأبدا وأنا منذ البداية هكذا ولم أتغير وأعتقد أن هؤلاء الناس يحبون ذلك كما أيضا أجابت عن سؤال هل أنت هادئة؟ أجابته أنا لست بشخص هادئ ولا أحب الظلم إن الظلم يزعجني كثيرا ولا أحب أن أرى أي شخص من حولي يتعرض للظلم لا أستطيع أن أصمت صوتي يعلو ضد الظلم أنا أزيل الخط الأحمر الغير العادل وسألها مرة أخرى هكا كيف تصف الساحة وهل تعرفين أشخاص شباب مثلك يبحثون عن الشهر أجابته نعم هناك مثلا ممثلين أو غير ذلك يحاولون السعي وراء الشهر والمال وهذا أمر سهل للغاية وهناك نقطة أريد الإشارة إليها أنه ربما الناس تتابعها لأنها ليست هي مثل هذه الأشخاص لأنها تقوم بعملها فقط وتريد أن تفعل هذا لا أقل ولا أكثر لا يهمها المال والشهرة ما يهمها هو العمل الذي تصنعه ليكون الأفضل وسألها أيضا لو كنت تحذيرا ماذا ستقولي لسيلة ضحكت كثيرا وقالت هذا ما سأقوله أن تكون غير عادلة في بعض النقط مع الناس ولكن ليس مع الجميع فقط مع القليل يجب في بعض الأحيان أن تكون أنانية ولكن أود أن أفعل هذا مع الناس ولا أستطيع أجابها المراسل ما هو المردود فهل أنت منتقمة؟ قالت أنا شخص أؤمن كثيرا وأثق في العدالة الإلهية وأنا لا أنتقم وسألها عن شراب التوت البري أنه يروي يعني قصة عائلات من ثقافتين مختلفتين وتشاهد قصة الحب في ثقافتهم هل تعتقدين أن الحب مثل هذا؟ هل يعرف اختلافات؟ أم أن الحب هو الشيء الأهم بالنسبة لك؟ قالت الحب لا يشاهد وربما أقول سيلة لن تفعل هذا ولكن عندما تقع في الحب الكبير سوف تجد نفسها تفعل ما قالت أنها لن تفعله إذن هذا هو الاختلاف وتقافات مختلفة وتقافات منفصلة لا أعتقد أنني سأستمع لشيء من هذا القبيل ولكن رغم هذا هناك خط أحمر في هذا العد الحب شيء مثل ضعف البصر يستمر حتى تتزوج وسألها المراتل هل تشعرين بالحب؟ قالت لا أستطيع أن أكون أعتقد أنني لا أعرف قال لا تعرفين وضحك وأجابته لماذا لا تصدق؟ وبدأت بالضحك أيضا قالت له الحب هو كل ما أفعله الآن لمهنتي وضحك المراسل وقال لها أي نوع من الكدب هي إجابتك؟ قالت له نعم هذا كل شيء بالنسبة لي وسألها أيضا عن الفرق بين الحب الطفول والحب الآن قالت له كان الشخص في الحب يعني الطفول كان الشخص يخجل والآن لا يوجد شيء من هذا القبيل وقال لها أيضا المراسل إذا شاب أحب فتاة هل بإمكانهم تغيير بعضهم البعض قليلا؟ مثلا إذا أرادت الخروج واستشارت عفوا معه يقول لها إجلسي هل سيلا ستتغير لرجل تحبه؟ قالت لقد فعلت ذلك دون أن أدرك وعندما لدرس إلى ذلك قلت لماذا فعلت ذلك؟ ليس هناك حاجة إذا كنا في علاقة أن نغير بعضنا البعض لا أستطيع أن أكون ذلك الشخص في رأسك ويوجد أنواع مثل هذا الشخص يتم التصنع بطريقة مختلفة ليظهر نفسه بشكل مختلف ولكن لن أتغير أبدا في العلاقة وأنت من بحثت عن سيلا؟ إذن مهما جئت أنت فلن أتغير حتى لو لم أكن مناسب لك وسألها أيضا هاكان هل يمكنك أن تعيش مهمشا؟ هل تعرضت لهذا من قبل؟ أجابت لا أعرف هل تعتبر تهميش أم لا؟ ولكن الأمر يتعلق بعموري عندما كنت صغيرة كنت أخذ شيء أو أواجه مشكلة يقولون لي إجلسي أنت صغيرة لتعرفين شيء يعني كنت أتعرض لأشياء مثل هذا القبيل أما السؤال الموالي سألها عن ما هي أحلامها في المستقبل؟ قالت من قبل كان لدي حلم وهذا حلم كل ممثل أن أظهر في الشاشة وأنا واحدة منهم وأحلم أن أعمل مع المخرج هاني هو ملك الجميع يعجبني كثيرا أتمنى أن أعمل معه يوما ما وأؤمن أنه سيحدث إن شاء الله كما سألها أيضا إلى أي مدى تعتقدين أن جمالك يكمن في نجاحك وله تأثير وهل تحبي نفسك؟ أجابت أنا أحب نفسي بالطبع ولكن كميزة في عملي أنا لا أراها بصراحة لا يهمني كثيرا فقال لها بل مهم جدا أجابته بالنسبة ليلا ولكن مهم بالنسبة لهم هذا التصور وقال لها المراسل لديك العديد من المتابعين يفوق عددهم المليون هل تلقيت عروض زواج على وسائل التواصل الإشتماعي؟ ضحكت كثيرا وقالت نعم كان هناك شخص شديد الإصرار على البريد الإلكتروني وأرسل رسائل إلى بريد الإلكتروني إلى عنوان أو شيء من هذا القبيل كان عرض زواج مختلف تماما كما تعلم وسألها أيضا هل هي رومانسية في الواقع؟ قالت له أنا لست امرأة رومانسية ولكن واقعية جدا ولكن أعتقد أنه يجب علي موازنة الأمر على هذا النحو وسألها أيضا إذ كانت تريد أن تقول شيئا ماذا سيكون؟ بدأت بالضحك وهو قال لها حجم قدمك الأربعين أعادت الضحك كثيرا وقالت حسنا قدمي كبيرة قليلة عادة ما ينتقده البعض لهذا قال لها المراسل نحن نعيش في مثل هذا الإعدام خارج نطاق القانون كثيرا في الحياة بسبب الصخرية والنقل وأنت أيضا تتعرضين لهذا هل تعرفين أنت كيف تتعاملين مع هذا؟ قالت لا يهمني إطلاقا ولا أهتم أبدا ولا يجب أن أقول أنني لا أهتم على الإطلاق إنها ليست جملة صحيحة أنا شخص منفتح جدا على النقد في حياتي الطبيعية وكما قلت تم إعدامي بدون محاكمة خارج نطاق القانون لدي أقدام كبيرة على سبيل المثل هذا أنا ولهذا السبب تم إعدامي أنا لم أختار أن يكون قدمي هكذا هذا شيء لا أختاره ولكن يمكن مثلا انتقاد السطرة التي أرتديها لماذا أنت ترتدينا هذا؟ يمكن انتقادي ولكن أن ينتقدوني على أشياء خارج إرادتي هذا أمر غريب وقال لها أيضا هاكن ماذا لو كنت شيئا في غرفة حبيبك ماذا ستكونين؟ قالت له رسوما جميلة بخلاف التمثيل وهنا أصدقائي انتهت المقابلة بصراحة استمتعنا كثيرا بها كان لقاء رائع جدا وسيلة تبدو إنسانة مبتهجة وسهيدة جدا شكرا لها نتمنى لها المزيد من النجاح والعطاء إن شاء الله في مسيرتها المهنية إلى اللقاء أصدقائي ومويدنا إن شاء الله وهي تجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة وفرجة ممتعة